موسيقى في الحلقات اللي فاتت عرفنا أساسيات تكوين الأوالب وأنواع خامات الأوالب وتعرفنا على الستاندرد مولد وعلى ستريبر بليت مولد أو قالب طرد البلتة وتقدر تراجع الحلقات اللي فاتت من لينكات تحت في البوست النهاردة هنتكلم عن سلايد مولد أو قالب بزلاه وده بنلجأ لولنا ما بيبقى عندنا تشكيلات جانبية فتحة من الجنب أو رسمة جانبية أو نقشة معينة برزة في جنب المنتج في الحالة دي بحتاج أعمل ميكانيزم يتحرك بشكل عمودي على الحركة الطولية للإستانبا يدخل أثناء قفل الإستانبا يعمل التشكيل اللي أنا محتاجه بعد كده يخرج تاني أثناء فتح الإستانبا لطرد المنتج زي المنتج ده مثلا بغض النظرة عن المنتج ده إيه أو استخدامه إيه لكن أنا عندي منتج بلاستيك فيه فتحات جانبية كل فتحة جانبية من دول محتاجة لها زلاء أو ميكانيزم يدخل أثناء قفل الإسطنبة يعمل التشكيل أو التقويف اللي أنا محتاجه منه وبعد كده يخرج مع فتح الإسطنبة عشان أقدر أطرد المنتج بشكل طبيعي وابتدي دورة جديدة زي ما هنشوف في الفيديو ده طبعا ده فيديو بيبين لي مقطع الإسطنبة من جوه فيه ظاهر دلوقتي قدامي زلقين زلق على يمين باللون الأصفر وزلق على الشمان باللون الأحبر وفيه زلق في الخلف هيبان أول ما الإسطنبة تفتح دلوقتي واللقطة دي أثناء مزلقات دخل جوه التشكيل أثناء قفل الإسطنبة بمجرد فتح الإسطنبة بيبتدي الميكانيزم يسحب الزلق للخارج استعدادا لطرد المنتج من الإسطنبة ودي الزلق في الخلفة هو ظهر أول ما الإسطنبة بتدت تفتح نشوفها مرة تانية أثناء الدخول بتبقى إزاي ومرة تانية أثناء الخروج وبعد كده بتتم عملية الطرد بالشكل التقليدي زي ما قلنا إن الإسطنبات كلها متشابهة في الأساسيات والإضافة هنا السلايد أو الزلق وبكده تبقى تم الدورة كاملة وبعد كده بتبتدي دورة جديدة طيب إيه المنتجات اللي بتخليني أروح للسلايد مولز أو الآلب اللي بزلقات منتج زي الجردل مثلا بيبقى له هندل أو يد محتاج فتحتين من الجنب لدخول يد فيه أو منتج زي الشماعة مثلا عشان أدخل الهوك بتاعها محتاج زلق جانبي زي اللي في الصورة دي مثلا وهكذا أي منتج فيه فتحات جانبية أو تشكيل جانبي مش هقدر أعمله غير لما يكون عندي زلقات جانبية تدخل أثناء قفل الإسطنبا تعمل التشكيل ده وتطلع تاني أثناء الفتح لترضي المنتج وبدء دورة جديدة يبقى الإضافة لعندي في السلايد مولز أو الأولب البزلقات أن بدل ما كان عندي حركة خطية في اتجاه واحد بس أصبح عندي حركة عمودية عليها فبقى عندي حركة طولية وحركة عمودية طيب أنا عندي ثلاثة اختيارات أو ثلاثة ميكانزمات أقدر أحرك بيهم لسلايد ده أو زلق ده في حركة عمودية على المنتج يقومي marketed mechanism البنوز الميلة أو pneumatic mechanism ليه بساتم الهواء أو الهيدروليك ميكانيزم لهباساتم الزيت وهنشوف مع بعض مثال لكل حالة فيه دي عندي سلايد مولد أو استنباب زلقات فيها ميكانيكا الميكانيزم أو ميكانيزم ميكانيكي وبيبقى فيها بنوز ميلة بزاوية معينة مجرد ما تفتح الاستنباب تبتدي تخرج الزلقات دي لبرة بعيدة عن التشكيل عشان تتم عملية الطرد وبعد كده أثناء القفل تدخل تاني عشان تعمل التشكيل اللي أنا أطلبه منها لو شفنا رسم توضيحي للموضوع ده هنشوف البنز الميل اللي بيبقى مسؤول عن حركة الزلق للداخل وللخارج وده الميكانيزم اللي بيحرك الزلق اللي بيبقى فيه تشكيل المنتج وبيبقى له مجرع عشان يمشي فيه للداخل وللخارج وزاوية ميل البنز الميل بتتحسب بمعادلة معينة عشان تديني المسافة اللي عايزة تحرك فيها للداخل وللخارج خلف الزلق بيبقى فيه جزء اسمه لقمة الإحكام وده عادة بيبقى ليها زاوية ميل أعلى بخمس درجات من زاوية ميل البنز الميل عشان تخفف عنه الحمل ويبقى حمل الضغط كله على اللقمة دي وعشان هي عليها ضغط أكبر فبتبقى معرضة للتآكل بشكل أسرى فيفضل أن يتعمل لها لقمة مربوطة بمصامير كل ما يحصل لها تآكل تتشال وتغير واحدة جديدة بعمر جديد من عيوب الميكانيكا الميكانيزم أو الميكانيزم الميكانيكي ان الاحتكاك فيه بيكون عالي فبيؤدي لتآكل في أجزاء الميكانيزم فبيسبب رواج في المنتج بعد فترة من الاستخدام والتجنب التآكل ده محتاجه أن يكون من خامة لها صلابة عالية أو يتعمل له معالجات حرارية مخصوصة والحل الثاني نيوماتيك ميكانيزم باستم هواء وده مستو عن الميكانيكا الميكانيزم أنه أسرع في الحركة في الدخول والخروج وأقل في الاحتكاك ولكن تشكيلاته محدودة فلازم يكون التشكيل صغير عشان يقدر باستم الهواء أن هو يحركه الحل الثالث الهايدروليك ميكانيزم وهو نفس فكرة النيوماتيك ميكانيزم ولكن بدلا ما بيكون باستم هواء بيكون باستم زيت وده ما بنلجالوش غير لما بيكون حجم الزلاء كبير بالشكل اللي ما يقدرش باستم الهواء أن هو يحركه ولكن بيكون أبطأ في السرعة وبيقثر ع الزمن الكلي لدورة الحق ونرى في الفيديو الأخير معنا هو بيجمع ما بين الميكانيك والهايدروليك ميكانيزم ده منتج فيه فتحات جانبية من ضمنها فتحات صغيرة أقدر أحركها باميكانيك الميكانيزم مجرد بين زمائل وزلاء وفتحات كبيرة ماقدرش أحركها باميكانيك الميكانيزم يكون ساعتها الاحتكاك عالي جدا والتأكل عالي فبضطر أحركها بهايدروليك ميكانيزم باستم زيت يبقى انا عرفت انه هارده السلايد مولد قالب بزلقات وده بحتاجه لعمل منتج فيه فتحات جانبية او تشكيلات جانبية وبقدر احرك التشكيل ده بطريقة من ثلاثة ميكانيكا الميكانيزم بين زمايل ولوام احكام او نيوماتيك ميكانيزم باستم هوى او هيدروليك ميكانيزم باستم زيت وارجو نكون غطينا السلايد مولد النهارده بشكل واضح لو عجبك الفيديو اعمل لايك ومن تنساش تدعيلنا على الفطار السلام عليكم